اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الى هذه المحطة التي نصدف فيها عمر ابو الهيجاء الشاعر والصحفي الاردني من اصول فلسطينية والذي اصدر حتى الان تسع مجموعات شعرية تنحاز في مجملها الى خلق علاقات جديدة في العنصر الفني وعلاقته بالواقع طبعا عمر يرى ان الشاعر الحقيقي دائم القلق واكثر قربا من واقعه طبعا نتحدث عن تجربته في الكتابة ومواقفه الفكرية وواقع تجربة الشعرية واشكالاتها نرحب به من داخل السوديو اهلا وسهلا بكم فرصة سعيدة ان اكون بينكم في فلسطين الوطني الاول يسعد صباحك واحنا كمان سعداء بوجودك معنا في هذه الزيارة الثانية ضمن فعاليات معرض كتاب في فلسطين الزيارة الاولى كانت في العام 2012 كيف هي الزيارة الآن بعد هذه السنوات زيارة متجددة دائما الانسان يتجدد بوطنه وفرصة كما قلت للانسان العربي والفلسطيني ان يرى تراب وطنه وخاصة انه يعني احنا جيل نكبات وهزائم كثيرة جيلنا اقصد جيلنا نحن فعندما جاءت وجهت الي الي الدعوة يعني لم تسعني الارض اول ما انزلت في المعبر قبلت تراب فلسطيني اول مرة في العام 2012 وبكيت وعملت من منذ ذلك العام 2012 لحتى الان على كتابة المشاهد وذاكرة المكان التي ترسخت في داخلي وكتبت العديد من القصائد عن المدن التي زرتها والديوان مبدئيا اسميته وأقبل التراب وسيزور قريبا ان شاء الله جميل استاذ عمر الى اي مدى تختلف التجربة الفكرية والشعرية عندما يحدث هذا التواصل الجغرافي مع الوطن يعني كيف كانت الصورة سابقا دائما الفلسطينيين حضرتك ممواليد طبعا مدينة اربد مدينة اربد ولم تأتي الى فلسطين ودائما الفلسطيني يحمل هذا الوطن في داخله بمخياله ينصج هذه الصورة له من خلال القراءات الكتابات والتاريخ الشفوي ايضا كيف اختلفت الصورة لديك بعدما وصلت الى فلسطين وتواصلت مع اهلها ومع الاماكن وكيف ترجمت الى الادب حقيقة انا فلسطيني من قبل ما ازورها حاضر في شعري في ادبي في كياني من خلال قراءاتي واحتكاكي في الادب الفلسطيني شعراء المقاومة وشعراء الاصدقاء الذين لا يزلون على قيد الحياة ففلسطين هي امنا الاول ولا يمكن ان تختلف حتى الانسان العربي يكتب بكثرة عن فلسطين دون ان يراها فما بالك عندما الانسان فلسطيني يزور هذه الارض وتشكل له مخيلة خصبة لذاكرة المكان وهذه الارض هي منبع الشهداء سيد عمر دائما الشاعر الاكثر تلمسا للواقع والاكثر ربما قدرة على التعبير ويمكن كمان لما نحكي عن شاعر لاجأ يعني عاش في الغربة على رغم طبعا نتحدث ان الارضن يعني هو وطننا يعني والوطن العربي هو ايضا كله الارضن وفلسطين توأمان توأمان نعم بالفعل لكن الى اي مدى بالفعل يستطيع الشاعر ان يترجم هذه المشاعر خاصة لما نتحدث عن ألم عن معاناة ونحن نتحدث عن هذه الذكرى القريبة يعني في الخمس عشر من ايار ذكرى النكبة الى اي مدى تستحضر هذه التجربة الشخصية لك تحديدا القصيدة كما قلت لك حاضرة في وجداني وفلسطين حاضرة دائما في وجداني كتبت عن الشهداء وكانت مثلا قصيدة بي رغبة للموت تتحدث عن الشهيد أبو الهيجاء اللي هو عمي استشار بالعام 68 فمن خلاله أرخط للمكان وأرخط لشخصية هذا الإنسان الفلسطيني وحضور فلسطين والمكان في القصائد نعم أستاذ عمار نحن حبين تسمعنا شيء من كتابتك سأقرأ قصيدة بعنوان المنفي تقول أمي منذ أكثر من هزيمة وأنت تخرج من سهول الغيب نحو الروح ممتشقا تراتيل المدينة زهرة حجرا وشكلا للمدى والأجنحة تقول أمي منذ أكثر من هزيمة وأنت تولد في ضباب الريح متكئا على لغة توسدها الأمان الصادحة يا أيها المنفي منذ البحر قاوم لا تنتظر أحدا فتلك مرارة الأشياء في عينيك تأخذ شهوة الموت إلى كل البراري ثم تقرأ في دياج الموت سر الفاتحة جميل جدا معروف بقصائدك أستاذ عمار التمرد أيضا إلى أي مدى الشاعر العربي الآن يستطيع أن يخلق هذه القصيدة المتمردة خاصة في ظل قمع الحريات الذي نرى يعني مثلا الشفياض هناك تجربة سيئة بالحكم عليه بالإعدام هناك أحمد النعيمي الذي أعدم لأنه كتب قصيدة نحن شعب لا يستحي إلى أي مدى يمكن أن تعيش هذه القصيدة المتمردة وكيف يمكن للشاعر بالفعل أن يخلق هذه القصيدة ويدافع عنها هذه المسألة يعني معضلة في جميع الدول العربية يعني ليس هناك ثمة حرية للإبداع ليقول الشاعر ما يقول أو هناك ثمن في المقابل لهذا الإبداع ومقابل ذلك يدفع الثمن المبدع فإطلاق الحريات غير مسموح فيه حتى في الأدب وفي كل شيء أنا عندما أكتب النص لا أنظر إلى خلف ماذا سيقولون عني أو يتحدثون المهم أن نصي بكل تجلياته الروحية والنفسية أن يصل إلى القارئ هناك من يتقصد بعض الشعراء أنا لا أقصد أشرف فياض أشرف فياض يعني ظلم وغير ظلم الكثير أنا لا أتقصد أن أكتب نصا من أجل أتعرض فيه إلى الذات الإلهية مثلا أو الجنس أحيانا التابوهات التابوهات الثلاث المحرمة أنا لا أتعرض من أجل الشهرة هناك من يأتون بهذه المفردات أو المصطلحات أدينا للشتم الذات الإلهي وما عاذ الله من أجل الشهرة الشاعر قصيدة التي توصل إلى الشهرة فأنا مع أن يرفع من جميع الدول العربية القيود على الإبداع وإطلاق الحريات للمبدع لأقول ما يشاء صحيح عين حوض قريتك قضاء حيفا لم تزورها حتى الآن ويسكنها فنانون إسرائيليون يساريون يهود إلى أي مدى هذه المفارقة أنت لم تزور هذه القرية أنت تنتمي إليها والمفارقة أن يسكنها هؤلاء كيف من الممكن أن يكون الفنان مبدع وحساس وفي ذات الوقت فاشي ومعتدي هي قرية عين حوض منذ العام 48 قبل العام 48 كانت تسمى قرية عين حوض ويسكنها معظم العائلات الفلسطينية الآن وبعد النكبة جاء إليها بعض اليساريين اليهود وهم أنا أستغرب هذا التناقض أن يساري يهودي يعني يسبب معارض أو كذا أن يسكن في بيت غيره هذه معظلة كبيرة جدا القرية يعني بفضل أهلها والآل أبو الهيجاء مجانب هذه القرية التي أصبح يسمونها بقرية عين هود بين عين حوض عين هود ويسكنها اليهود كما قلت الفنانون اليهود قرية الفنانين بجانبها أراضي لأعائل أهل أبو الهيجاء فأسموا القرية قرية جديدة كي لا تنسى هذه القرية عين حوض بنفس التسمية طبعا هذا لا ينطبق فقط على قرية عين حوض وهناك قرية كثيرة جدا ولم تستطع أن تزورها في هذه الزيال لم أزورها حتى الآن لكنها حاضرة في وجداني وفي شعري أستاذ عمر حضرتك محرر صفحة تقافية في جريدة الدستور أنت شاعر وصحفي عندما تحدث عن هذه الهواية في الشعر هذه الملكة وأيضا المهنة الصحفية هل يطغأ أحدهم مع الآخر أم أنه بالعكس هناك تكامل بين هاتين المهنتين كما قلت هناك تكامل المهنة والأدب يكملان بعض البعض يقول أن مهنة الصحافة تقتل الإبداء على العكس من الصحافة فأفادتني كثيرا في تجربة الشعرية وأنتجت العديد من الدواوين الشعرية خلال ممارسة لهذه المهنة حوالي سبع دم جمعات شعرية فليس هناك أي تعارض نعم يمكن لأنك حدثت متخصص في الصحافة الثقافية تحديدا وليست الإخبارية أو غير ذلك نعم أقصد لذلك فهي كانت إثراء أكثر للتجربة رافد كبير للتجربة رافد للتجربة أستاذ عمر نحن نتحدث عن دور المثقف خاصة تاريخيا لما نتحدث عن الفلسطينيين المثقفين وكيف كان هذا المثقف هو صاحب رؤية صاحب قضية نستحضر غسان كنفاني نستحضر الكثير من الكتاب الشعراء الفلسطينيين ولي كانوا فاعلين على الأرض كيف تشوف دور المثقف الآن هل تغير هل تراجع عن دوره ويقتصر على الكتابات على عالمه بعيدا عن دوره الفاعل على الأرض أو تأثيره يمكن هذا كما إليه علاقة بالجمهور للأسف أنه الدور المثقف بدأ يتراجع للأسف علما أن الكتابة فعل مقاوم البعض يكتب فقط للكتابة ودور المقاومة من خلال الكتابة من أجمل المواجهات للعدو الصوني الآن فلسطين عندما تقول فلسطين تقرأ هي مقاومة وعندما تدعو العديد من الكتاب العرب والفلسطينيين لحضور هذا المعرض هم جاءوا لكي يرفضوا هذه الثقافة الفلسطينية ومقاومتها للوقوف إلى جانبهم وصمودهم وتحدياتهم يعني أنا أستغرب أنه البعض يتهم الكاتب الفلسطيني أو الكاتب العربي عندما يأتي إلى فلسطين يأتي إلى فلسطين بالتطبيع الذي يزور وطنه هل هو تحت بند التطبيع؟ لا أنا جاي أزور وطني لأقف إلى جانب شعبي يعني ما دام هناك الطفل الفلسطيني يقف يتحدى يتحدى العدو الصهوني ويقف أمام دبابع وعمره لا يتجاوز السبع سنوات هذه مقاومة وعلى الكاتب على الكاتب أن يكتب لقضايا وطنه ويعايشها ويحتك في شعبه من أجل الوصول إلى الأمل المنشود أملنا والحلم الفلسطيني هذا هو الجدر الذي يطرحون من يقولون بزيارة العرب إلى فلسطين هو تطبيع بمعنى أنه خلاص أنه ما دام هم شافوا الوطن شافوا فلسطين بالتالي لن تصبح هذا الحلم أو الهاجس الذي يراودنا جميعا بتحريرها هل اختلف هذا الشعور تجاه فلسطين أم زاد هذا الحب وتعمق أكثر يعني أنا أعتقد يجب أن يتعمق هذا الحب ويزيد ويمارس الكاتب دوره في المواجهة والتحدي لما يطغى على الشعب الفلسطيني وهذه الأرض الفلسطينية الفلسطين ليست لفلسطيني وحدهم وليست للكاتب الفلسطيني وحدهم فلسطيني لكل من قال لا إله إلا الله كل إنسان مسلم وكل مبدع نعم أستاذ عمر عندما تحدث عن ثقافة بشكل عام وعن الثقافة الفلسطينية أو الواقع واقع الأدب الفلسطيني في يعني الأردن في أرودن تحديدنا ويحدثتك مطلع على هذا المجال حدثنا أكثر كيف تجد هذا الإرسل الثقافي الفلسطيني يعني يوميا إحنا لدينا صفحة ثقافية يومية وملحق ثقافي سبوعي يزر يوم الجمعة وعلى تواصل مع الإبداعات الفلسطينية حتى أنا قمت بمحاولة العديد من الكتاب الفلسطينيين ونشر العديد من قصائدهم طبعا من خلال المشرف على الملحق الثقافي وهو صديقنا الشاعر نضال برقان فهناك احتكاك وتواصل دائما بين الإبداع الفلسطيني والإبداع الأردني يعني لا نستطيع أنهم الأردن وفلسطين توأمان وبنفس المشكلة صحيح أستاذ عمر كيف كمان شفت تواصل مع الزملاء يعني في الأدب والشعير في فلسطين إلى أي مدى كان في هناك يعني نوع من التركيز على القضايا الفلسطينية والبحث من خلال ندوات والمحاضرات التي أجري طبعا ضمن فعاليات معرض الكتاب أنا سوف أتحدث عن تجربتي وتجربة بعض الزملاء الذين شاركوا في هذا المعرض أنا شاركت مع العديد من الشعراء الفلسطينيين والشعراء العرب في جينين في أول أمسية شعرية في جينين وكانت تفاعلهم وكانت الهم الأساسي عندهم القضية الفلسطينية وكانت تفاعلهم جدا على مستوى راقم الأمسية الثانية كانت في معرض الكتاب الموقع أيضا شاركنا مع بعض الشعراء الفلسطينيين وكان حضور الكاتب العربي جميل جدا الكاتب الفلسطيني يعني طواق ومشتاق إلى عناق الكاتب العربي وبث همومه وأوجاعه نعم أستاذ عمر كيف تشوف هذا التجاوب يعني تحدثت عن تجاوب الجمهور للثقافة لكن حقيقة ندركها جميعا بأن الثقافة للأسف تأخذ أقل نسبة يمكن من الموازنات سواء فلسطينيا أو عربيا كمان يمكن لما نحكي عن حريات العربية مفقودة والمثقف هو من يدفع الثمن هل تعتقد أنه هو من تخلى عن دوره أو أن الجمهور يعني بتعد أيضا عن الثقافة وعن المعرفة هناك زغيان للجهل للأسف وكل ما يجري من قلاقل وثورات ويزداد المواطن جهلا وفقرا وبالتالي يبعد عن هذا الموضوع بالنسبة للمثقف بشكل عام يعني هو لم يتخلى عن دوره لكن دوره ضعيف جدا وهذا بسبب عدم من إطلاق الحريات نعم وهو أيضا ربما أضطر في بعض الأحيان أضطر ضمن مؤسسات وبالتالي هذا اللي خلاه نخبوي نوعا ما بعيدا عن الشعب أما بالنسبة له وهو الثقافة في جميع البلدان العربية تعيش على الهامش صحيح تعيش على الهامش يعني الخندق الوحيد الذي باقي لنا هو خندق الثقافة نحن محاربون في ديننا في عقيدتنا في حضارتنا هذا هو الخندق الذي يوصلنا إلى ما نريد للأسف أن الثقافة في الوطن العربي ليس هناك دعم مثلا أضرب لك مثلا في فرنسا ميزانية وزارة الثقافة أول ما تشكل تشكل وزارة الثقافة ميزانيتها حوالي مليار بينما عندنا في الوطن العربي لا تتجاوز مليون أو 2 مليون أو 5 ملايين أي وزارة الوزارة هي تكون داعمة للثقافة وليست منتجة إليها لها صيد عمر بالنسبة لدواوينك الشعرية انتقلت هم تسعة طبعا وانتقلت من شعر التفعيلة إلى النثر كيف كان هذا الانتقال وما الاختلاف الذي جرى أنا مع قصيرة التفعيلة أن يبدأ الشعر مع الموسيقى مع بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن ثم إذا نكون في عنده تجربة مرسخة يعني شاعر بمعنى الكلمة ومن ثم إذا أراد أن يحلق في سرب آخر كقصيدة النثوة قصيدة النثوة ليست بالسهلة لكن هناك من أساء إلى هذه القصيدة لأنها قصيدة أفادت الشعرية العربية وأفادت القصيدة العربية بشكل عام من إنزياحاتها ولغتها العالية وتقنيتها لأنها تحتاج إلى التكثيف في اللغة للتعويض عن الوزن الموسيقي اللي هي الموسيقى الخارجية صحيح هل لها جمهور أوسع؟ كانت هناك جدل قائم حول قصيدة النثر لكن بدأت رسخت حضورها في المشهد الثقافي العربية ولا حضور كبير جداً في المشهد الثقافي العربية لكنها ما زالت الجدل قائم حول مشروعيتها نحن وصلنا إلى القمع بعدنا نتحدث عن مشروعية قصيدة النثر قصيدة النثر تجربة شعرية لا يمكن إغفالها من المشهد الشعري العربي صيد عمر ما هي أخر أعمالي أو بماذا أنت بصدد العمل على المستوى الشعري المستوى الشعر لدي مجموعة قريباً سأنتهي من كتابة هاليه وأقبل التراب لزيارة الفلسطيني مرت وديوان سيزور تقريباً هذا الشهر بعنوان ويجرحوني البيات ويجرحوني النايب قريباً عن دار الأهلية في الأردن في بيروت أكيد كل شكر لو وجودك معنا تريد أن تضيف ختاماً في هذا اللقاء أنا أشكر الفضائية الفلسطينية على هذه الفرصة التي أتاحت لي للإلتقاء بجمهور فلسطين والوطن العربي شكراً لكم ونحن أكيد نشكرك ونشكر الأستاذ أيضاً زياد خداش أنا شكراً جداً نعم بتحبت معنا أخيراً جزء أيضاً من قصيدتك نعم أنا سأختم بمقطع قصير جداً كي لا أطيل عليكم أنا سمعكو يعني اللطف الجود نعم قصيدة غزلية شوية حين مررت ببابها هزني تراب يديها خررت ساجداً على أعتابها قالت جن الولد رحت من فرط لهفتي أغني عنابها ناديتها داخلي كان صوتي صاحياً ودمي ماض في ترابها ولما هممت الرحيلة عاتبني صوتي ودمي لأني لم أبت ليلي في محرابها جميل جداً نختم بهذه الأبيات كل شكراً لوجودك معنا وكيمة حمسين نلتقي فيك مجدداً في فلسطين والمرة المقبلة إن شاء الله ستزور عين حول أهلاً سهلاً فيك شكراً تحياتي شكراً مشاهدين ننتقل بكم إلى فاصل قصير ونتوصي معكم في هذا الصباح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة